رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس الذي عقد صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم ضمن اجتماعه الدوري الأسبوعي والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أكد المجلس أن اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب هو حصاد أربعة عقود من العمل الدؤوب والجهود المتفانية وترجمة للمشروع الثقافي والعلمي الذي رسمه صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الرامي لبناء الإنسان والارتقاء بفكره ووعيه حيث تبنت خلال مسيرتها الزاخرة بالعطاء العديد من المبادرات الرائدة لإثراء الإنسان وزيادة مداركه الفكرية كمشروع ثقافة بلا حدود الذي قدم لكل بيت في الشارقة مكتبة علمية متنوعة كما وأقيمت على أرضها المهرجانات الثقافية والعلمية ومعارض الكتب ومنها على سبيل المثال معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي بدأ بفكرة وأصبح اليوم ينافس أعرق المعارض العالمية في مجال الكتب ومهرجان الشارقة القراءي للطفل الذي يغرس في النشأ حب القراءة وتثقيف الذات منذ الصغر بالإضافة إلى ما تضمه الإمارة من مكتبات علمية متوزعة على كافة مناطق ومدن الإمارة كما واعتمد المجلس أيضا خلال اجتماعه الهيكل التنظيمي لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة حيث أوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني أن الهيكل التنظيمي يضم العديد من الإدارات والأقسام التي تدعم سير العمل في الدائرة وتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بها وضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرمية إلى دعم الاستقرار الأسري للمواطنين في إمارة الشارقة وتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم اعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2017 حيث أوضح سعادة خليفة طنيجي رئيس دائرة الإسكان أن الدفعة تضم 352 مستفيدا من فئتي القروض والمنح في مختلف مدن ومناطق الإمارة كما وأشار رئيس دائرة الإسكان إلى أن الدعم يتضمن الحالات التي تحتاج إلى بناء مسكن أو استكمال بناء أو الإضافة والصيانة والحصول على مسكن جديد المجلس خلال جلسته أصدر أيضا القرار رقم 21 لسنة 2017 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة حيث تضمن القرار الأهداف والاختصاصات التي تدعم التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة كما ونظم أيضا إصدار الترخيص والاسم التجاري والأنشطة الاقتصادية وسجل التجاري وإجراءات ترخيص المنشآت وشروط مطالب الترخيص وتعديل بيانات الرخصة ومدة الترخيص والعديد من الإجراءات والأشكال القانونية لعمل الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة ختاما دشن المجلس نظام التعويضات الإلكترونية المتعلق بلجنة التعويضات ولجنة التثمين والهدم في إمارة الشارقة حيث أوضح سعادة خالد بن بطي ألمهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن النظام يهدف إلى ربط الإجراءات المتعلقة بالتعويضات مع الدوائر الخارجية والأنظمة الداخلية للدائرة واللجان المختصة بما يوفر الوقت والجهد ويحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل متكامل